نروح للكابتن سامي قمصان كابتن سامي قمصان مدرب الاهل اللي اكد في تصريحاته النهاردة على صعوبة مباراة سامبا التنزاني قال كده نصا ان الجهاز الفني اتكلم مع اللعيب عن اهمية المباراة دي المباراة دي بيتطلعوا فيهم ان هم حاول فوز علشان يطمنوا على جميع عناصر الفريق قال كمان انا طبعا كنت رسا بقول لحضراتكم انا وكابتن هاني انه الاهل بيلعب للفوز يعني قال ان المباراة سامبا مش هكون تحصيل حاصل نعم النتيجة غدا مش هتغير في ترتيب المجموعة ولكن دي بنعتبرها مباراة مهمة بنتطلع خلالها لرد الاعتبار بعد مخسرنا في تنزانيا يمكن نهاردة كمان كان بيتكلم على انه الاهلي خلاص جاهز بشكل كبير برغم ان احنا دلوقتي كنا حتى بنتكلم عن الغيابات في صفوف النادي الاهلي وفي عناصر مهمة جدا واساسية في الفترة الاخيرة لكن الجهاز الفني باثق في جميع لعبته علشان يحافظ على الانتصارات وهو ده اللي قاله وقال انه مباراة بكرة بتبقى مهمة جدا جدا علشان يستعيدوا الثقة مرة تانية ويسعدوا جمهور النادي الاهلي مرة تانية بعد طبعا ما تعادلوا مؤخرا امام المريخ السوداني في الجولة الخمسة شاء الله كل التوفيق لفرقيتنا